ننتقل بكم من جديد إلى غزة وتنضم إلينا من هناك الصحفية إسلام الزعنون إسلام هل تسمعينني الآن؟ إسلام الزعنون هل تسمعينني الآن؟ إسلام الآن يمكن التوقيت في فلسطين الرابعة والنصف فهو التوقيت المحتمى لوصول المساعدات المغربية إلى قطاع غزة هل من جديد بخصوص هذه العملية إسلام؟ بالفعل قبل قليل وصلت شاحنتين محملتين بمساعدات مغربية إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق رفح جنوبية قطاع غزة بالفعل وصلت الشاحنتين والآن تتم العملية بتسليمهما للجهات المختصة بالتحديد جمعية الهلال الأحمر على أن يتم توزيع هذه المساعدات المحملة بالمواد الغذائية إلى المستفيدين منها في رفح جنوبية قطاع غزة وفي كافة المحافظات وأين أماكن تواجد النازحين حقيقة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة وفي منطقة المواصف المناطق الغربية لخان يونس جنوب قطاع غزة وفي رفح جنوبية القطاع بالفعل وصلت هذه المساعدات نتحدث أن تأثير هذه المساعدات سيكون له وقع بالفعل كبير على الصائمين هنا في رفح جنوبية قطاع غزة وفي أماكن تواجد النازحين والمواطنين في ظل هذه الظروف العصيبة والحالة الإنسانية الصعبة مع مرور 159 يوما على هذه الحرب وهذا العدوان المستمر مع تفاقم الوضع الإنساني وحالة الحصار المطبق على قطاع غزة ما أدى لوصول حالة التجويع ربما إلى حالة صعبة ومأساوية جدا بين صفوف المواطنين والنازحين الذين يقتنون الخيام يعني غالبية النازحين في رفح جنوبية قطاع غزة نتحدث عن عشرات الألاف يقتنون في خيام مترامية على مد البصر في رفح جنوبية قطاع غزة وفي منطقة المواصي وفي منطقة دير البلح فضلا عن وجود تهديدات عسكرية إسرائيلية بضرورة الدخول البري إلى منطقة رفح مع استمرار عمليات الاحتلال الإسرائيلي في مجمل محافظات قطاع غزة أما فيما يتعلق بالوطع الميداني والقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة كان قبل قليل قد قصف الاحتلال الإسرائيلي ونفذ غارة بالقرب أو بالتحديد في منطقة توزيع مساعدات للأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وسط رفح وبالتالي أدى لاستشهاد أربعة على الأقل فضلا عن أحد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا هذه ليست الغارة الوحيدة كان قد سبق هذه الغارة غارة أخرى شبالية رفح جنوبية قطاع غزة ونذكر أن رفح هي المنطقة الآمنة التي اضطر المواطنون الذهاب إليها تحت القصف الإسرائيلي كونها منطقة آمنة أو بين قوسين منطقة آمنة لكن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ الغارات بين وقت وآخر في هذه المنطقة المنكوبة وسط هذا الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة حيث يمنع تضفق المساعدات بشكل كبير وكبير جدا لهذه المنطقة بالتحديد والتي تحتاج ربما الآلاف من الشاحنات يوميا كي تسد العجز القائم بالمفقودات في الأسواق في قطاع غزة بمجمل المحافظات وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يستهدف حتى أماكن توزيع المساعدات أيضا المتهافتين باتجاه المساعدات في المناطق الشمالية وهي الأكثر المناطق جوعا حقيقة واستخدام سلاح الجوع في تلك المنطقة بشكل واضح وصريح وعلني ومنع وصول المساعدات على عدة مرات يقوم بالاحتلال الإسرائيلي إما باستهداف مساعدات الشاحنات المساعدات المتوجهة باتجاه المناطق الشمالية أو يقوم باستهداف المواطنين الجوعة في هذه المناطق يعني يستقبلون شهر رمضان المبارك على ذات الحال في ذات الظروف الإنسانية القاهرة والصعبة فيما يتعلق بالأغذية على أقل تقدير في هذا الشأن وبالتالي أي مبادرة كانت إنسانية من أي دولة عربية وبالتأكيد المغرب له باع طويل في المساعدات فيما يتعلق بمساعدة القدس أهالينا في القدس وفي أيضا قطاع غزة في ظل هذه الظروف العصيبة بالتأكيد لها وقعها ولها تأثيرها بشكل كبير وكبير جدا لكن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تفي بالغرض حقيقة مع ازدياد واتساع رقعة الوضع المأساوي في القطاع واستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في كل المحافظات لسيما محافظة رفح التي يلوح بدخولها ويقوم بشنغارات بين وقت وآخر على هذه المحافظة المقتضى بأعداد مهولة بالسكان ربما هي الأكثر في اكتظاظا في العالم مع مغادرة المناطق الشمالية وتوجههم إلى المناطق الجنوبية بفعل القصف الإسرائيلي المستمر وتعليمات الاحتلال الإسرائيلي وتوجيه السكان إلى هذه المنطقة ومن ثم الإقدام بغارات إسرائيلية جوية على أكثر من منطقة في رفح جنوبية القطاع وبالتالي هذا المشهد المأساوي يزيد صعوبة الأوضاع الإنسانية والمعيشية حتى أحوال المستشفيات في المحافظات الجنوبية هو كارثي حقيقة مع أيضا قلة الإمكانيات والمستهلكات والمستلزمات الطبية وارتفاع عدد الإصابات اليومية بفعل الغارات الإسرائيلية التي تنفذ على كافة المناطق بالتحديد خان يونس التي ما زال الاحتلال الإسرائيلي يتوغل فيها بريا يعني اليوم هناك انسحابات متتالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في منطقة مدينة حمد بالتحديد والتي شهدت قصفا عنيفا خلال الأيام السابقة على مدار 12 يوما اليوم يقوم الاحتلال الإسرائيلي بانسحاب شبه كامل من هذه المنطقة مخلفا دمارا هائلا حقيقة حسب ما رصدت أعين الكاميرات بعد الانسحاب الإسرائيلي لهذه المنطقة فضلا عن انسحابات أخرى في خان يونس في المناطق الشرقية عبسان الكبيرة حيث قبل قليل انسحبت قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من هذه المنطقة وتمكنت سيارات الإسعاف من الوصول لهاتين المنطقتين بالتحديد حيث كانت في إطار التوغل البر الإسرائيلي وأدى ذلك أيضا لانتشال وإجلاء أعداد من الشهداء كانوا ملقونة على الأرض أو تحت المباني التي هدمت في تلك المنطقتين وبالتالي يرفع أعداد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة إلى أكثر من 31.272 شهيدا فضلا عن وصول الإصابات أو تخطي أعداد الإصابات إلى أكثر من 73 ألفا وبالتالي هذه الأعداد تعكس حجم شراسة هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هذا القطاع الصغير جدا ويعكس أيضا حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها هذه الحرب وبالتالي تداعيات الحرب على الأرض كارثية وصعبة للغاية وهذا ما تنادي به حقيقة كافة المؤسسات الأممية بضرورة التدخل الفوري للسماح بالمساعدات وتضفق المساعدات بشكل كبير فتح كافة المعابر البرية وهذا أيضا يعكس عمليات الإنزال الجديدة التي ربما هي الحادثة الجديدة على قطاع غزة خلال هذه الحرب لم تكن في الحروب السابقة هو عمليات إنزال للمساعدات قبل قليل كانت هناك عملية إنزال للمساعدات في المناطق الشمالية المحاصرة والتي وقعت بالفعل في أتون التجويع في المناطق الشمالية مدينة غزة وأقصى الشمال أيضا فتح ممر بحري نحن على قرابة أو على بعد يوم واحد من استقبال أول باخرة تدخل قطاع غزة بعد أن أذنى الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح ممر مائي بين قبرص وغزة وبالتالي هناك بعض الباخرات التي تتجهز للإقدام وترسوا على ربما مينة جديدة يتم في الأثناء إنشائها وبالتالي كل هذه الجهود حتى هذه اللحظة لم تأخذ قطاع غزة إلى بر الأمان ما زالت حالة التجويع قائمة لا سيما ونحن في ثالث أيام شهر رمضان المبارك نتحدث عن شهر رمضان المبارك لا توجد أصناف في الأسواق ليتمكن من شرائها المواطنون هنا في رفح أو في المناطق الشمالية أو في كل المناطق حقيقة وبالتالي هي أصناف محدودة وأصناف قليلة جدا ولا يمكن للمواطنين بجميع فئاتهم وهم فقدوا أعمالهم بالمناسبة ولا يوجد أي دخل للمواطنين هنا في القطاع وبالتالي هناك حالة بائسة صعبة فيما يتعلق بالسحور والإفطار لكن هناك حقيقة أمل فيما يتعلق بتضفق المساعدات واستمرار تضفق المساعدات من الدول العربية ما زالت هناك آلاف الشاحنات تقف عند معبر رفح البري بانتظار إيذاء الإيذان لها بالدخول إلى قطاع غزة لكن هناك عملية تفتيش معقدة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي يقلل دخول أعداد الشاحنات إلى قطاع غزة أو بالكميات التي يمكنها أن تنقذ ما يمكن إنقاذه من هذا الوضع القائم والمأساوي لسيما في موضوع المستلزمات ومستلزمات الأكل في القطاع وأيضا إمكانية المواطنين تجاوز أزمة الطعام لسيما في شهر رمضان المبارك الصحفي أسلاب زعنون كنت معنا من غزة شكرا جزيلا لك